شاحنة بيضاء قادها محمد لحويش بوهلال واشحت بالسواد والحزن رصيف مدينة نيس الساحلية الفرنسية بوهلال هو فرنسي من أصل تونسي يبلغ من العمر 31 عاما وينحضر من منطقة مساكن في محافظة سوسة الساحلية في تونس المدعي العام الفرنسي فرانسوان مولا أعلن أن بوهلال مجهول تماما لدى أجهزة الاستخبارات الفرنسية ولم يكن له أي ملف مع عدم وجود أي مؤشر إلى اعتناقه التطرف بينما أعلن وزير العد الفرنسي جون جاك أغفوى أن بوهلال تعرض للكثير من الإجراءات القضائية المدنية هذا الشخص تعرض للكثير من الإجراءات القضائية لكنه حكم مرة واحدة في حادث في شهر مايو من هذا العام ووضع تحت المراقبة القضائية بسبب عمل عنف استخدم خلاله مضرب خشب أما جيران بوهلال في العمارة التي كان يسكن فيها وصفوه بالرجل المنعزل والصامت من دون أن تظهر عليه مظاهر التطرف كان ينظر إلينا بغرابة لم يكن ليفتح الباب أبدا وفي إحدى المرات عندما وصلنا خلفه أغلق الباب بعنف بسراحة لم يكن طبيعيا ولم يكن لديه وجه مخير مدينة نيس التي شهدت عملية دهس فقط بهول فضاعتها فرح الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي عرفت منذ سنوات باعتبارها أحد معاقل التطرف الديني في فرنسا ومجال تجنيد لجهادي فرنسي يقود كتيبة لجبهة النصر في سوريا هو ابن نيس عمر عصمان واسمه الحقيقي عمر ديابي ترجمة نانسي قنقر